وساعات بيكون التفكير في الاكل اصعب من عمل الاكل نفسه يعني كنا انا مش عارف اعمل الاكل ايه وكن قاعدة محتارة وفكر ولكن الاكل اصلا عمله سهلة جدا ودي وصفة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهاردة فطاير واحلى حاجة بقى اللي احنا هنكل كمية خضار يعني اي خضار عندنا في التلاكة هنعمل بالمنظر ده هنحطه في اكياس وينفع اللي احنا نعمل الوصفة دي ونقعد نسوي منها تولي اسبوع يعني افردوا مسلا احنا عايزين نعمل اه اربع فطاير دلوقتي فنعملهم ما فيش مشكلة ونخلي عندنا في التلاجة معمول جاهز الخليط وقت ما نكون عايزين اه نجهزه على طول يلا نشوف على طول هنعمل ايه عندي بطاطس وعندي جزر وعندي حمص الشام مسلوق مسلوق كويس وكوسة وعندي درة بصوا هيك كمية مش كتير ولكن هتطلع لي بقى يعني بصوا هنا اربع جزرات هنا اه مثلا كوبية حمص هنا يعني في الاخر هتجمع المجموع هيكون كتير اول حاجة طبعا الجزر ده هبتدي اقشره بالمقشرة بيكون اسهل حاجة وبعدين نقطعه وعايزة اسويه على البخار عشان برضو احتفز بكل الفيتامين اللي فيه يعني بحط في حلة كده شوية مية واجيب المصفة من فوق وحط فيها الجزر المتقطع كل ما بقطع الجزر صغير بيسهل بيسهل الايه ان هو يستيوه بسرعة البطاطس مش محتاجة تأشير غير بلمعلقة كده حاجة بسيطة البطاطس اللي بكون قشرتها رفياع يعني بعمل فيها كده اه لو قشرتها طبعا بنستعمل المقشرة وابتدي برضو قشر البطاطس واجهزها علشان ايه اول ما الجزر يخلص بصوا القشر ده بيكون رفيع جدا فانا كده هكون انا يعني ايه آآ استفدت بكل الكمية هنقطع البطاطس بس البطاطس مش هينفع عملها على البخار يعني مش هتستوي بسهولة هبطر اللي انا حط عليها شوية مية اديها ايه سلقة خفيفة تعالوا نقطع كل الكمية كده وانجهزها عبال بس الجزر ما يستوي الجزر طبعا انا مغطية عليه كمان طيب انا قلت خلاص اه اسهل فجبت حلة تانية وحطت فيها المية والبطاطس اللي انا قطعتها وخلونا نروح نسلقها لان هتاخد وقت شوية فخلينا نجاهز بقية الحاجات الكوسة من الحاجات اللي مش تاخد وقت خالص وهم يمكن اربع كوسات او حاجة وهكتب لكم المقادير بالزبط آآ لكل وصفة هعمل قد ايه طيب خلاص كده الجزر استوي تعالوا نشوفو كده على البخار طبعا طيب ما كانو هشيلو وحط الكوسة تعالوا نحطو بس في طبق كده تعالوا بقى نشتغل في الايه اول حاجة هنشتغل النور الخضار آآ كل النور الخضار لوحده هجيب الهراسة وهي هتكون هتعمل معي كل حاجة ههرس الجزر اللي احنا سلقناه على البخار نهرسه كويس كده بالمنظر ده ريحته حلوة جدا من دلوقتي بحب ريحت الجزر جدا اللي هو بيكون مستوي كده وخصوصا اللي هو لسه دافع طبعا والحمص كمان آآ كان مسلوق تعالوا بقى ايه? تعالوا نهرس الحمص كله وبعدين ناخد منه لكل واحدة يعني انا هعمل خلطة آآ بالجزر وخلطة تانية بالبطاطس وخلطة تانية بالجزر وخلطة تانية بالدرة كل خلطة هتكون لواحدها كل خلطة هيكون لها مقدار معين فكل خلطة هياخد منها كمية من الحمص اللي هو المسلوق فانا الاول هتحن كل الكمية عشان يعني ايه نسهل على نفسنا. ده آآ ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن حمص الشام مسلوق ومهروس. طبعا نقدر اللي احنا نستهلك الحمص الشام اللي هو بيكون في العلب الجاهز اللي بيكون مسلوق جاهز. عندي كمان هنا درة حلوة. برضو الدرة من الحاجات اللي بتيتي تسكيرة حلوة في الوصفة زي. كمية مش كتير. قلت لقيتهم كده في التلاجة كنت هعمل بيهم صلقة وبعدين قلت طب لأ خلاص هعمل بيهم لايه? الوصفة بتاعت النهاردة. بصوك كمية دي برضو هرستها وجهزتها. آآ المقطع ده كالمفروض يبقى قدام شوية معلش اللي انا كنت بوريكم اللي انا مكان الغزر. حطيت الكوسة وحطيت على البخار بنفس الطريقة لحد ما استوت معي وهعمل ايه دلوقتي? برضو نفس الكلام. ههرس الكوسة. الكوسة من الخضار اللي مليان مية. بصوا كمية المية وقديه. فهنشوف بقى كل حاجة دلوقتي هتكون عندي جهزة. البطاطس حتى كمان هيستود. بس مش عايزة المية دي خالص فخلينا نصفيها. وبعدين نبتدي نهرسها. الهرس بتاع البطاطس آآ مش احلى حاجة بالهرسة. يعني بالهند بلندر لا بيعمل كده زي ما يكون الخليط بيكون مطاطي كده. فانا ههرسه لاما بالشوكة لاما بالهرسة العادية اللي هي زي اللي انا مسكها دي. فهرسه كويس. وهو دافي. يبقى انا كده عملت ايه? انا كده جهزت كل الخضار كان خلاص استوى وكمان مهروس. فخليونا بقى ناخد على طول منه. وده كده هنكون سهلنا على نفسنا اسهل حاجة. طب يا سلواء ينفع نعمل بنوع واحد بس طبعا ينفع نعمل انا بديك يعني اختيارات كتير وانواع خضار كتير المتوفر عندك يعمل ايه? عند الجزرتين من هنا على على اتنين حبة من البطاطس. تعالوا وقا نشوف هنعمل ايه? الجزر خلينا ناخد كباية من الجزر المهروس. كباية ونص. وبالنسبة للحمص اللي هو آآ آآ حمص الشام اللي احنا آآ سلقينه وكمان هرسينه. هنحط ربع كباية. وخلونا نحط نص معلقة صغيرة من البيكنباودر وملح والفنفل. ونحط شوية حبة البرقة. ونحط معلقة كبيرة من زيت الزيتون. ونحط معلقتين كبار من اي جبنة آآ عندي. آآ اي جبنة مزرلة طبعا او آآ تكون شيدر نوحها كويس. ممكن. طيب انا هكتب لكم المقادير برضو عند كل نوع خضار. علشان برضو بتختلف من الجزر للبطاطس يعني مش كله هيكون زي بعض. هنقلب الخليط ده ونسيبه بس يبرد شوية. وبعدين نجيب كيس حلواني ونجهزه. هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي احنا ممكن نعمل الكيس ده. ونخليه عندنا في التلاجة لمدة اسبوع. كل يوم نطلع ونعمل آآ شوية من الفطار دي وهو اريكو. وهقول لكم على التسوية اللي بكون حلوة جدا وسهلة كمان. بصوا كده. يبقى عندي كده كيس الجزر جاهز. وقت ما اكون عايز اعمل فطار هتلع. هعمل منه شوية دلوقتي وهشيل باقي في التلاجة. آآ يعني اخد منه طول الاسبوع. بتبقى الوجبة دي حلوة جدا وخصوصا لما بيكونوا راجعين من المدرسة وعايزين يكلوا حاجة قبل الغداء. فدي بتبقى مناسبة جدا يعني. هحط الكوسة عندي تلك تربع كوباية من الكوسة المهروسة. وربع كوباية من الحمص الشامل اللي احنا سلقناه وهرسناه. هحط معلقة كبيرة من زيت آآ آآ زيتون. وحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكين بودر. ونحط كزبارة للنكهة اي حاجة. ونحط معلقتين كبار من الجبن المتزرلة. ونقلب كده. يبقى احنا حطينا الكوسة والحمص المهروس والبيكين بودر والملح والفلفل والكزبارة والجبن المتزرلة وزيت الزيتون. برضو هنعمل ايه? هنجيب برضو كيس آآ حلواني عشان برضو يسهل علينا التشكيل. لان زي ما احنا شايفين هي مش عجينة. يعني ازاي هتبقى فطير زيت. فهنشوف دلوقتي هنعمل ايه? وبرضو بنفس الكلام انا ممكن يكون عندي كيس الكوسة ده. ويقعد معي لحد اسبوع جوة تلكة. وقت ما اكون عايزة اطلع اعمل منها. طيب بالنسبة للدرة دي الدرة اللي احنا كنا سلقنها وآآ ومهروسة. تعالوا نجيب عليها ربع كوباية من حمص الشام المسلوط. ونحط عليها برضو الملح والفلفل. نص معلقة صغيرة من البيكين بودر. وآآ نحط كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون. ونحط معلقة كبيرة من الجبنة المتزرلة. طبعا الجبنة ممكن نقطر عن كده لو احنا حابين. زي ما قلتلكم بيفرق الخضار اللي بيكون فيه سوايل. آآ علشان كده برضو آآ كمية الجبنة والحاجات دي لازم تكون على الاقل الكمية المكتوبة مش اقل من كده. برضو احنا كده بنقفل الكيس اللي هو آآ هيكون جاهز عندنا في التلاجة اللي هو يكون كيس الدرة. كيس الدرة ده هيكون موجود دلوقتي معنا بعد شوية لما نجهز كل حاجة. عندي بقى بطاطس المهروسة دي كمية كبيرة. فهاخد اربع كبيات من البطاطس اللي احنا سلقناها وهرسناها. على الاربع كبيات دول كمية بقى هتزيد شوية بتاعت المكونات التانية. هحط آآ يعني حوالي آآ كباية كباية حمص الشام آآ مسلوق ومهروس. ونحط اربع معالق من زيت آآ زاتون ونحط الملح والفلفل. ومعلقتين صغيرين من البيكينبودر. وجبنا بقى المزارلة طبعا والملح والفلفل ما ننساش الحاجات دي. نحط برضو جبنة المزارلة على الاقل نحط كباية من الجبنة المزارلة. طبعا لو عملنا نص المقدار ده آآ بنقلل. لو عملنا اكتر بنقطر. بس انا عايزة برضو تعملوا لما تعملوا الوصفة دي. خلوا كمية البطاطس تكون اكتر حادة. لان هي هتكون المادة النشوية اللي هتقدر تمسك الفطاير. يعني مش هينفع اللي احنا نعمل قوسة بس. بس ينفع نعمل بطاطس بس. آآ يعني القوسة من الفضار اللي فيه مية كتير. الدرة من الفضار اللي فيها مية كتير. فهيكون عندي الاساس عندي البطاطس. شايفين كميته كتير ازاي? للبطاطس هي كتير والجزر والدرة والكوسة. كده انا دهزة. هسوي بقى اللي انا هسويه دلوقتي وخلي الباقي امتى? وقت ما اكون عايزة اعمل فطاير. هاجيب صانية مفروضة آآ اشغل الفرن. وابتدي اعمل اي اشكال اي اشكال. اعملوا دواير اي اشكال. انا اكتشفت في الاخر ما هي يعني جوه الفرن بتسيح وما بيبنش برضو الشكل. المهم ان الكيس ده سهل عليها جدا. اللي انا هحط الخضار كده جوه الكيس وابتدي انزل. نعمل اي اشكال وزي ما اتفقنا. كل الفطاير اللي انا هعملها الاساس فيها هيكون او الاطار الخارجي هيكون على الاقل من البطاطس. علشان تمسك معنا. لو احنا حطينا بس كوسة هنلاقي الموضوع مش متماسك معنا. طبعا الصانية دي هتكون مدهونة. اي مادة دهنية. انشغل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. ولما نخلص كل الكمية ويكون فرن سخن شوية نبتدي اندخل. تعالوا ندخل الصانية دي. بس قبل ما دخلهم عايز اعمل لهم شكل حلو. فاجبت شوية زيت زيتون وحطت فيه بابريكا. وقدهن وش الفطاير كده واحدة بواحدة كده. عشان تديني شكل حلو جدا. طبعا الناس اللي مش عايزة تحط زيت زيتون وحط آآ بابريكا. ممكن نحط صفار بيضة مع شوية خن. تعالوا بقى ندهن كل الكمية اللي احنا عملناها. الكمية التانية دي عايزة اقول لكم احلى طعم لها اللي بتتفرد رفيعا. بس برضو نخلي بالنا ان نكون الصانية مدهونة كويس. لان دي من النوع الفطاير اللي بتلزم. فلازم ندهن الصانية كويس او نفط ورقة زبدة وندهنها. دخلت الفرن قعدت حوالي من عشرين خمسة وعشرين دي ايه على حسب برضو انت حطاها رفيعا ولا تخينة وبس كده. بتطلع الفطاير في المنتهى الجمال. احلى طعم لها وهي ضفية. وانا بقى سنسونة اتوقع بقى ايه? بتشارك معي. فانا كده ورقتكم الفطاير. ما بيحبش عامل آآ فيديو وهي بكون صحية بس الاسف هي بتبقى صحية تنو الوقت. فعجم الاتنين يعني. لما عملت فيديوهات لأ عادة استنى تنام وده مش آآ ما بيحصلش كتير يعني. المهم بقى الفطاير هي تلعت ولسه سخنة جدا طبعا. احلى طعم لها زي ما اتفقنا وهي ضفية. حتى الجبنة كمان هتكون باينة فيها. فطاير وحتى الباقي هو كمان. نقدر نحطه في التلاجة وينطلعه وقت ما احنا عايزين. بصوا بقى الفطاير عامل ازاي? حاجة تجنن جميلة جدا جدا. زي ما اتفقنا واجبة بتكون رائعة لولدنا بعد المدرسة لما يرجعوا كده وجعلين. وعايزين يكلوا حاجة كده ايه? تكون شاهية وطازة. اتمنى ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكم. شوفكم على خير ومع السلامة.